ملخص حلقة إبراهيم فاي اللي استضاف فيها كابتن سيد عبد الحفيز مع عفيفي إياك تعد قدام كابتن سيد في مناظرة زي دي تاني حلقة جديدة من المشجع قبل ما نبدأها ما تنساش تعمل متابعة على الفيسبوك سبسكرايب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير عشان يوصل كلامنا للغير تعال نخش في صلب الموضوع ونتكلم على طول ونقول إن كابتن سيد عبد الحفيز كان كفيل بالرد على الأكاذيب والفلسفيات وكل اللي انت عايز تقوله اللي بيردده أحمد عفيفي أو غيره من الزمالكوية اللي هقولك في آخر الحلقة صدقني هم ليه لازم يقولوا كده وما قدامهمش حل غير إنهم يقولوا كده ولكن اللي ما شافش الحلقة يقدر يشوفها طبعا على الفيسبوك أو يقدر يخش يشوفها على موقع شاهد اللي بيعيد الحلقة كاملة تقدر تتفرج عليها عشان تشوف اللي حصل بالضبط ولكن كانت تساعد على الحفيز كان كفيل بالرد في أمور كتير جدا لأن انت بتتكلم في راجل بصراحة كمبيوتر ماشي على الأرض عقلية مدببة ولو انت هتتكلم في حقيقة الأمر على الخطأ الوحيد اللي أخطأه مجلس إدارة النادي الأهلي واللي فعلا خطأ ملوش علاج مش هقولك بقى قصة موسماني ولا قصة لعيب مشي ولا لعيب قعد ولا لعيب ما تعقدتش معاه ولا صفقات هقولك هو خروج كابتن سيد عبدالحفيز من منظومة النادي الأهلي بشكل راسم ده أكبر خطأ عمله مجلس إدارة النادي الأهلي ويحاسب ويولام عليه بشكل كبير جدا لأن الراجل بالإمكانيات دي بالقوة دي في مجال القرى لازم كان يبقى موجود جوه النادي الأهلي وجوه المنظومة القروية أيا كان منصبه نفعال بقى نقول إن الراجل رد بكل حاجة ولكن بس فيه نقطتين يمكن الأمر فيهم ما كانش أنا شايف إن الرد ما كانش الأفضل من كابتن سيد أو إنه سكت فيهم أو إنه ما وضحش النقطتين نظرا إن الكلام كان كتير على حداثة تاريخية كبيرة وراجل كان ملم بكل حاجة فالنقطتين دول بس عايزة أوضحهم سريعا وبعين هقولك لزة ملكوية اللي يتمثله في عفيفي أو في غير عفيفي ليه لازم يفضل يردده نفس الكلام ونفس نظرية المؤامرة ونفس كل حاجة واشرب مية وتعالى اسمع معايا كلمتين دول أول حاجة القصة اللي تكلم فيها عفيفي لما قال على حل مجالس الإدارات وعلى قصة إن مجالس إدارات النادي الأهلي وتم حل مجلس الإدارة وبعين رجعوه تاني في لجنة وإن ده مخالف وإزاي ده يحصل وده مزا شا يحصل أول بس التوضيح هقوله أو هقولك عليه إن الكلام اللي قاله عفيفي ده يعني زي يقوله كده مقتص من الحقيقة أو واخد جزء غير حقيقي من الحقيقة ما قاله هاش خالص اللي حصل إن كان كابتن طاهرة بوزيت هو وزير الشهاب والرياضة كان في نفس الوقت كان فيه كابتن حسن سقر كان عمل الليحة بتاعت الثمان سنين اللي كان بمعمولة مخصوص كابتن حسن سقر الزمالكاوي كان عامل ليحة بتقول أو قانون جديد في ليحة بتقول إن ما ينفعش مجالس إدارات إن هي تعرض أكتر من ثمان سنين عشان تكون دي الفترة الأخيرة لكل مجلس إدارة النادي الأهلي اللي قاعد حوالي أكتر من سبعتاشر سنة كلهم بلا استثناء ما ينفعش يقدموا أو يترشحوا تاني أو يكونوا موجودين كان فضل على الانتخابات قد إيه؟ كان فضل على الانتخابات حوالي سبعين يوم قرر كابتن طاهرة بوزيت بشكل غير قانوني وغير لوائحي إن هو يعمل إيه؟ إنه يحل مجلس إدارة النادي الأهلي هل وجود مخالفات مالية؟ لأ هل وجود مخالفات تعقودية؟ لأ هل وجود أي شيء؟ لأ ولكن كان القرار اللي تقال ساعتها واللي تقال إن هو بيشلهم على شانه عشان الأهلي كان رافض فكرة الحقوق البس والرعاية وكان عنده مشكلة في إن هو عايز يبقى منفرد ما يبقاش مع الأندية وإن طاهرة بوزيت شاف إن لأ ده ممكن يضر إلي بالرياضة ويدر مش عارف بمين وده كان مبني على ده فكان الحل أصلا غير قانوني ومثلات غير قانوني وكان مجلس إدارة النادي الأهلي لو صعب للفيفا يتم تجميد النشاط القرى في مصر بناء على ده فبناء عليه تم إيه بقى؟ تم عشان ما يمشوش طاهر أو عشان يعني ما يصغرهوش أو عشان يحلوا المشكلة اللي هو عملها تم عمل لجنة بنفس المجلس اللي كان فضله سبعين يوم وهيمشي ومش هنشوفه تاني خالص تبقى للقانون اللي عمله حسن سقر بتاعت 8 سنين عشان بعد كده يجي المهندس طاهر نحمود طاهر في انتخابات بأسماء جديدة خالص وقصة جديدة جدا فهو بيتكلم في قصة سبعين يوم وانه تشاله بسنة غير قانوني دي القصة اللي كان بيقولها عفيفي وبستانت إليها أن دي مجاملة حصلت فالمجاملة لو حصلت مش هتحصل في استقرار الأهلي في سبعين يوم وكده كده كانتين انتخابات كمان سبعين يوم فطبعا كلام يعني فيه تدليس للحقيقة وتزليف للحقيقة نجي بقى للحقيقة الحقيقة بتقول القاتي بتقول أن سنة تسعة وتسعين كان فيه مبراط أهلي وزمالك فرق جعفر خد الفريق وانسحب بعد طاردة أيمن عبدالعزيز وانسحبه وأعلن الزمالك انتحابه من الدوري وكانت اللايحة والقالون اللي تتطبق ساعتها أن الزمالك ينزل دوري الدرجة الرابعة مش التانية الدرجة الرابعة وطبعا الكلام ده قالوا مين قالوا عبدالنعم العمارة لهو كان وزيري الشابوري وده ساعته وهسيب لك لينك الفيديو في الكومنتات عشان تفهم ان ده مش كلامي ده كلام الوزير نفسه وهو بيتكلم مع سيف زاهر وقال له ان الزمالك كان مصمم وكان مرتضى منصور هو وكيل كان وكيل النادي ساعتها وكان مصمم على الكلام ده وانا كان فيه موظفة عندي لو احنا فيها ابو طالب ده كان ماسك شؤون الرياضة وده لقى الراجل زمالكي وقلت له روح كلم نادي الزمالك وقل له ما ينفعش وراح كلم المتشار جلال إبراهيم والناس وفضلوا مصممين على رأيهم فانا قررت أتكلم عبدالنعم عمارة كلم دكتور الجنزوري اللي كان رئيس الوزراء ساعتها وقال له الزمالك مصمم وانا كده هنزلقه درجة رابعة وده يعني هيبقى صعب جدا يحصل في عتدي ان انا نزلقه وهما مصممين على الانسحاب فانا هحل مجلس إدارة نادي الزمالك هحل مجلس إدارة نادي الزمالك قال لك كمال الجنزوري رفض ده وقال له لا اصبر عشان انا طبعا قال لك هو كان عنده صلة قرابة ونسب موجودة جوا مجلس إدارة الزمالك قال له اقفل وهرجع لك بعد شوية طلب وقال له طب ما نحل اتحاد القورة قال له وقد كان حل اتحاد القورة وتم حل اتحاد القورة عشان الزمالك ما ينزلش دوري درجة رابعة تبقى للقوانين واللواقح تبقى لانسحابه تبقى لكمال الجنزوري تبقى لعبدالمنع العمارة وزير الشهاب ورياضة اللي حكى القصة وهسيب لك لينك الفيديو فيه عشان نشوف وقع ما حصلتش فيه تاريخ الرياضة لمجاملة الزمالك ده رقم واحد رقم اتنين بس القصة برضو اللي اتكلم فيها وقصة رضا عبدالعال كابتر رضا عبدالعال وانتقاله ولما قال انه لأ ده كان قبل الاحتراف ده معلومة مغلوطة وغير حقيقية لان الاحتراف كان سنة تسعين او بعد كاس العالم تسعين تم تبقى الاحتراف في مصر وانتقال كابتر رضا عبدالعال للنادي الاهلي كان سنة تلاتة وتسعين فيتطبق عليه الاحتراف فدي مغلطة عفيفة بيضحك بها يعني انا مش هقول بيدلس فيها ولكن اقول غلط فيها وتواريخه مش مصبوطة وكلامه غير مبني على الحقيقة نتيجة اللغبطة في التواريخ وده ورد يحصل عشان ابقى حقاني حتى لو هما مش حقانيين لكن احنا نقول الحق فممكن يكون متلغبط فده النقطة التانية اللي كنا عايزين نوضحها قانون بوسمان وذكر قانون بوسمان وحتى ده كان قابل قانون بوسمان فهو حتى لو كان قابل قانون بوسمان كان الاتحاد المصري الكرة القدم في العقود دي كان بيقول ان اللعيب اللي عايز يروح للنادي تاني يروح والنادي بتاعه يحط له قيمة يحط له قيمة النادي التاني يتفحها ونخلص الاتحاد المصري في الواقع دي ساعتها قال في قصة كده من تأليفه هو مالاش علاقة بأي لوح وقوانين وقال لك نتعامل عليه مزايدة وفلوس هتروح للاتحاد والزمالك او للنادي الاخر. سعيدها طلعت القصة بتاعت المزايدة توسط التستمية خمسة وعشرين الف جنيه اللي دفعهم الاهلي اللي طلع كابتر رضع عبدالي قال ان الصفقة كانت هبوز بان الاهلي قال وندفع ليه الرقم ده وقصة اه كلنا عارفينها. فدي برضو مغلطة تانية اه قالها اه عفيفي كنا حابين نوضحها عشان كانت سهل الحفيف يعني ما مردش على النقطتين دول او ما قالش وقعتين حل التحاد القورة اللي تم الغاءه وبرضو قصة اه 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 كابتر رضع عبدالعال الاحتراف كان سنة تسعين وهو انتقل في تسعين ده بالنسبة النقطتين دول سريعا بعد كده طبعا انت عارف كابتر سيد يعني مش هقول لك كالو يعني اعتقد ان كمية المية اللي شربها عفيفة في الحلقة النهاردة كانت ممكن تجربه تسمم مائي لولا ان هو ما خدهاش على مرة واحدة تعافي التسمم من مائي لازم يفضل يشرب مرة واحدة فهم كانوا بيجوب له كبايات على فترات متقطعة عشان كده اه ما حصلش التسمم المائي ربنا يعافيه يعافينا ولكن انا بقول له ان شرب المية بشكل متواصل بالشكل ده عارف ان روية كان ناشف ولكن دي غلطة الاعداء قدام كابتن سيد عبدالحفيس نجي بقى للجزء الاخير اللي انا هوضح لك فيه سريعا انت صفحات الزملكوية اللي فيه منها جزء بين التصريح زي ما قالت وشايف ان هما منتصرين وفيه جزء منها قالت تصريح زي كده بصدبط قصة النكسة في سنة سبعة وستين بيانات النكسة في سبعة وستين ان احنا منتصرين ودمرنا دبابات العدو هما نفس الكلام فيه منهم عمال يقول مكتطفات من الحديث ما تقالتش او ما حصلتش والناس طبعا متشير واللي يكتب وفيه منهم اللي هو بيبقى فاهم ان ده ترول او هزار وفيه منهم اللي شايف ان دي الحقيقة يعني في الاخر بيحاولوا يعملوا ده عشان يداروا على موقف عفيفي اللي هو بالنسبة لهم رمز كبير وفيلاسوف من فلسفة الزمالك اللي هما بيعتمدوا عليه في انقاذ المظلوميات بتاعتهم او تأكيد قصدهم المبنية على المظلومين هقول لك لسه فحظي وليه عفيفي وليه غير ولمن الزمالكاوي لازم يفضل يعمل كده ومعاهم كل الحق في الدعاء المظلومية هتقول لي ايه اقول لك اه معاهم كل الحق في الدعاء المظلومية شخص الزمالكاوي اللي هو حاليا شخص كبير ومسؤول وعنده عيلة واسرة طبيعي جدا بيطلع الجيل اللي هو بيطلع بقى ان كان ابنه او ابن اخوه اه او الجراجل الجد فبيطلع حفيده او كل الناس دي بيحاولوا يقنعوهم بانهم يطلعوا زمالكاويه فتخيل لما انت تجيب طفل عنده عشر سنين او اتنشر سنة او تسع سنين او تمان سنين من بداية يعني استيعابه وادراقه للقرة وللمواقف واقول له انت المفروض تكون ناديك هو نادي الزمالك فانا عشان اقنعه بدا لازم اديله شكل يخليه يقتنع بالزمالك فهو الطفل هيشوف نادي بيخسر نادي بيمساحب نادي بيتم مجملته من كل اللي حواليه ومع ذلك حصلت افريقيا خسار الدوري ارقامه اسوأ ما تكون نادي ما عندوش مبدأ خالص ولا قرامة نادي مثلا بيجي له مدير فني زي كابتيرون يمشي ويرجع تاني باتشيكو يمشي ويرجع تاني شيكابالا اللي هو الاسطورة بتاعته بيشتم جمهور الزمالك بيشتم كابتير حسن شحاته بيهرب من الزمالك مرة واثنين وتلاتة بيمضي للاهلي كل الحاجات دي لو الطفل استوعبها او شافها وبالذات الخسائر والنتايج والمستوى اللي انت بتشوفه من الزمالك اقاف قد نتيجة عقود بيتم يتلاعب فيها رؤساء اندية بيجي بتحكمهم مصالحهم وبيدفع فلوس عشان يفضل هو رئيس النادي طب لو جي حد غيره يدفع فلوس عشان يحاربه منهم فبعضيهم لما طفلة هيشوف كلام زي ده عمره ما يشجع المظلومة دي ولا يشجع النادي الاهلي دي فيبقى الحل الوحيد يبقى الحل الوحيد هو تشجيع الاهلي هيبقى الحل الوحيد ان انا عشان اخليه ما يصدقش او ينكر الحقيقة ان انا انكر الحقيقة ان انا فهمه ان مش دي الحقيقة ان انا اقوله ده احنا مظلومين ان انا اتدعي المظلومية ان انا اضحك عليه واجبله وقائع تاريخية. من سنين لهو ولا انا حضرتها. يعني ده الاب ولا الابن حضروها. فيحكي له الوقعة زي ما اسمحها من مين? زي ما اسمحها من عفيفي. طب ما هو عفيفي اسمحها من مين? اسمحها من حد بده ما حضرهاش. طب اللي حضرها هيزورها. ليه? عشان يبقى فيه مبرر لتشجيع النادي. هشجعه ليه? ما هو ما فيش بني ادم عائل واعي هيشوف منزومة او اسف على كلمة منزومة هيشوف حب بيدار بعشوائية ولكنها عشوائية ممنهجة اساسها الفوضى. الزمالك عنده عشوائية ممنهجة. لو احنا هنقول كلمة منزومة يبقى نقول ان الزمالك عنده عشوائية ممنهجة اساسها الفوضى. طب انا هقول له ايه? هقنع الطفل ده بايه? هقنع اللي عايز يشجع النادي ده بايه? هتجي تقول لي طب ما هو الاهلي عنده اخطاء. اه بس في الاخر فيه منزومة. ما هو مش الجنة. والمنزومة دي يشبه بعض الأخطاء ده بيعي ده استثناء بنغلط ويعني زي ما يقوله كده بنخطئ ونصيب لكن لما تكون مفيش منظومة ومفيش نادي وكلها مصالح شخصية وكلها مشاكل أبنائه منهم في بعضيهم طب ما أنا لو قلت للطفل ده يشجع النادي ده ليه يجيب لي نفسه حرقة الدم والأعصاب ليه والقرة دي المفروض للهزار والترفيه وان أنا روح على حالي أضحك عليه وقول له كده ليه ولكن ده يقودنا بس النقطة الأخيرة أكدها عفيفي وأنا بأكد عليها وكنت بقولها وقالها حد وهم بيحبوه وشايفينه منتصر هو قال إنه الزمالك لو توفرت له الظروف دي حتى لو هي بطريقة غلط طبعا الزمالك مش المسيح فهيقول لا 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 هياخدها ويستغلها ويكسب بيها وده بس بينهي أجزوبة بينهي أجزوبة قصيحنا بطولتنا الحلال بعشرة أو إن إحنا ما بنكسبش غير بالحلال ده بعيدا على إنه هو كسبه أكتر من بطولة غير الحلال إن كانت كومفدرالية 2019 إن كانت كاس 2021 الدوري وإن كان كاس 2016 المستشار عايز حكم مصري كل الكلام اللي أنت عايز تقوله قوله أنا مش بكلمك في ده أنا بكلمك في إنه هو أصلا الفكرة نفسها هو أكد إنه لا أنا لو معي الفرصة بعين هو بيمكن إن الفرصة ما بتجلوش سيق من هي جات له وهو كسب بيها لكن هما بيقولوا كده هما بقى اللي بيقولوا هو طلع عنقاره وقال لك أنا مش المسيح أنا هقدر آه هستغل ده آه وأكسب بي آه ما بقعدش بقى يعمل العرق والحلال وده شيء يحسب له بصراحة فأنا بس كنت بقى قول لك ليه لازم تستوعب الزمالكاوي ليه لازم تستوعب السوشال ميديا بتاعيته وليه لازم تستوعب الناس دي وليه لازم تستوعب إدعاقهم للمظلومية أنا هنا مبقولكش تتقبل اللي بيقولوا أو تأمن عليه لأ إنكروا وفضحوا معرف الأجيال اللي طالعا للناس دي بتضحك عليك وبتكذب عليك وبتعمل لك غسيل مخر بإدعاء المظلومية عشان هما مش على حق ده حقك طبعا وحقنا وهنفضل عايشين ونقوله ولكن أنا بقولك هو ليه بيعمل كده ليه هو في الموقف ده وليه لازم يفضل يعمل كده وليه لازم يدلس الحقيقة وليه لازم يدعي المظلومية هيقنع الأديال دي بإيه بفشلوا هيطلع يقولوا أنا نادي فشل هيطلع يقولوا أنا نادي مش هيعرف فهيربيه على قره الأهلي بكذب وتدليس والدعاء مظلومية والدعاء قوة إن قوة الأهلي بالمجملات مش بيه بطولاته منظامه والسياسته ونجاحاته وسمعته لأ خالص مش هيقوله كده هيقوله إن هي كلها بالمجملات وبالحب عشان وعشان 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 وإحنا الأقلية المظلومة المكهورة الدعاء المظلومية هو ده السبب الوحيد اللي يخلي أي طفل زمالكاوي يقرر يبقى زمالكاوي غير كده صدقني أي من قدم عائل عمره ما هيتمنى إنه يكون بينتمي لهذه المنظومة اللي أساسها الفاوضة شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة من المشجع وما تنسوش تعملوا متابعة لفيسبوك سبسكرايب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير سلام